نحن التطوى والتطوى دعونا للخير تأخذنا لغل أشواك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا منكم في الدورة التدريبية أحلى جوازة في الدنيا أو الزواج في الإسلام أتمنى يكون كل الناس سمعين الصوت كويس تمام نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله في مادة باور بوينت معروضة أتمنى الناس تكون شايفاها معنا كويس جدي طيب نبدأ كده أول حاجة معنا دلوقتي تمام نبدأ في أول مقطة أولا نشوف قيمة المحتويات اللي معانا هناخد إيه على مدار الكورس الكورس إن شاء الله ثلاث محاضرات النهاردة أول محاضرة هتعالوا نشوف مع بعض إحنا هناخد إيه خلال الكورس خلال الثلاث محاضرات وبعدين نعرف هناخد إيه النهاردة بالزغط قيمة المحتويات اللي معانا أو محتويات الكورس اللي معانا عندنا معنى الزواج في الإسلام يعني إيه كلمة زواج؟ أو يعني إيه مشروع زواج في الإسلام؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الزواج أصلا؟ طيمة الأسرة في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى شايف الأسرة أزاي؟ وقامتها ايه؟ دوافع الزواج يعني ايه الحاجة اللي بتدفعنا او بنفكر فيها علشان نتجه للزواج حكم الزواج دي جزء فقه كده بسيط جدا وهيبقى سهل قوي بعض الافكار المغلوطة عن الزواج المنتشرة في المجتمع وايه التصويت بتاعها في الاسلام بعد جده هندخل على مرحلة الاختيار اختيار الزوج والزوجة ثم مرحلة الخطوبة ايه ادابها واحكامها وازاي نستفيد من وحاة الخطوبة وليه ربنا سبحان وتعالى عمل لنا الخطوبة ونستفيد منها ازاي؟ ندخل بعد كده على فترة كتب الكتاب والزفاف وبعدين هندخل شوية زايرة جوه البيت نعرف واجبات الزوج والزوجة وازاي نحصل على زرية طيبة او زرية صالحة وهنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا كان في بيته ازاي مع زوجاته واخر نقطة معنا هنكلم عن تأخر الزواج اسبابه وازاي نتعامل مع مشكلة تأخر الزواج النهاردة بقى احنا هناخد ايه؟ النهاردة هناخد معنا الزوج في الاسلام ولماذا شرع له الزواج قيمة الاسرة دوافع الزواج وبعد الافكار المغلوطة عن الزواج والاختيار ان شاء الله يبقى المحاضرة الجاي اتمنى الناس تكون كلها معايا كده نبدأ في اول حاجة معنا اول نقطة عايدين نتكلم فيها ايه اهمية كرش زي ده؟ او ليه مهم ان احنا نتعلم او نصقف نفسنا عن الزواج والعلاقة الزوجية والعلاقة بين الزوج والزوجة قبل ما ندخل مرحلة الزواج كلنا عارفين ان في قاعدة كده في التخطيط او في علومة التنمية البشرية ان تخطيط ساعة بيوفر علينا من ثلاث لست ساعات شغل طيب هل حياتنا الزوجية اللي هي بتكون مثلا اه من خمسة وعشرين او الى ما شاء الله يعني خمسة وعشرين سنة او الى ما شاء الله ما تستحقش ان احنا ناخد فتا زمنية في حياتنا نتعلم فيها ازاي ندير حياتنا الزوجية دي ازاي نبدأها صح علشان تستر معانا صح علشان تكون حياة سعيدة حياة موفقة حياة مستقرة فيها اقل نسبة ممكنة من المشاكل او الخلافات اكيد كلنا دخلنا بيوت كتير وشوفنا بيوت كتير وسمعنا عن مشاكل كتير قوي احيانا كتير بتوصل للطلاق شايفين وبنسمع النسب الطلاق اللي بقت في اول سنة جواز بقت عالية قد ايه لو بنوعل قدام التلفزيون قدام برامج الفتاوى اللي بتيجي في التلفزيون ونشوف كم المشكلات وشكاوة اللي بقت جوه البيوت كل ده حصل ليه وازاي احنا نتفداء ونتخطى كل المشكلات دي علشان نقدر نعمل حياة سعيدة وحياة مستقرة زي ما ربنا عايزها وهو اكيد ربنا سبحانه وتعالى مش عايز من الجواز كل المشاكل والصورة الغمق السودة اللي احنا شايفينها حواليه اكيد الناس دي عملت حاجة غلط فحياتها بقت غلط بالشكل ده فيبقى احنا مطلوب مننا نعرف ايه هي الصورة الصح للزواج عشان تكون حياتنا صحة زي ما بنعمل كلنا قبل ما ندخل مثلا جامعة او قبل ما نشتغل شغل معين بنسأل عن الكلية دي المواد اللي فيها طب الدكاترة طبعهم ايه طيب طريقة المذاكرة فيها مناسبة لينا ولا لا طيب هل الشغل ده مستقبله ايه من نسبة الترقي او فرصة الترقي طب مرتبه طيب واصلاته بنعمل كده شبه دراسة مبدئية او بسيطة عن الحاجة اللي احنا ندخلين عليها واكيد يعني الزواج ما هواش اقل اهمية من الدراسة او من العمل بالعكس ده ربما يكون اخطر واهم لان دي حياة كاملة احنا دخلين عليها هنستمر فيها المفروض ان هو الزواج يكون عقد مؤبد يعني مش مش لعبة او مش فصحة وممكن نقفها وقت ما نحبه او نخرج منها وقت ما نحبه عقد الزواج ليه احتراق وليه قدسيته عند ربنا سبحانه وتعالى فعشان نعرف ازاي نكمل المشوار الطويل اللي جاي ده صح لازم نبدأه صح طيب ايه اصل الحكاية ايه او اول الحكاية والموضوع ايه اصل اصل الحكاية ادم وحول ربنا سبحانه وتعالى خلق الاول ادم قبل ما يخلق حول وخلق سيدنا ادم زي ما احنا عارفين في الجنة لكن برغم ان سيدنا ادم خلق في الجنة وشايف المتعل فيها والملائكة والحياة الكمية وجوار الله سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى اختار له انه يخلق له حد زيه من نوعه عشان هو اللي يقنسه هو اللي يكون جنبه هو اللي يكون سند ليه فربنا سبحانه وتعالى اراد انه يخلق له حواء عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان اولا ما في حد يقر يعيش لوحده او ينجح لوحده بنفرده لازم يكون في حد جنبه واحسن حد يكون جنبك وانت بتنجح وانت اخلق هو زوجتك او زوجك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ الكون وقصة الحياة على الارض لادم وحواء وربنا سبحانه وتعالى خلق حواء من جزء من ادم عشان يعلم البشرية كلها ان حواء حتى منك جزء منك انت وانت المسؤول الاول عن نجاح العلاقة وعن نجاح البيت بما ان ادم هو اللي جي الاول اللي تعلم الاسماء كلها يبقى المطالب منه انه هو اللي هيعلم حواء وهو اللي هياخد بايدها وهو اللي هيحتويها صحيح حواء ليها مهمة وليها وظيفة تقوم بيها وليها دور مهم جدا مفيش غير عنه لكن الاول في العلاقة والاول في الحياة الزوجية هو ادم عشان كده لما نتصفق الست سيدنا ادم مع ابليس قبل ما يحصل النزول على الارض هنلاقي ان كل سرد القصة يا اما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ادم لوحده او بيتكلم بصورة المسنة هما الاتنين مع بعض احنا ما عرفناش اسم السيدة حواء الا من السنة من احاديث النبي عليه السلام والسلام انما ما جاش اسمها في القرآن في القصة اللي موجودة في القرآن ليه؟ عشان ربنا يعلمنا المؤمنة ان ادم هو المحواء اول عن راح البيت واستقراره وصلاحه كمان اصل الحكاية ادم محواء عشان ربنا يعلمنا ان مهمة البشرية اللي على الارض اللي كلنا عارفينها ان يجعلن في الارض خليفة مش هتحصل الا من خلال المستقرة مؤمنة ايه اسر صالحه هي اللي يخرجنها الانتاج اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز او اراد انه يشوفه في الارض مهمة اعمار الارض والاستخلاف وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده اساسه لازم يطمن اسرة ربنا بيعلمنا ما عيفعش حد هيشتغل لوحده عشان كده لما ندخل شوية قدام في القصة بتاعنا ونتكلم عن قيمة الاسرة هنقول ان ما فيش تقريبا النبي من الانبياء الا لو في حد من اسرته كان بيساعده ايا كانت بقى ايه اللي علاقة الاسرية الاخ الابن الابن الزوجة العم بس لاحش ان في حد من اسرته جنبه بيساعده في مهمته ولما نشوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف دور السيدة خديجة معاه فيها مع ان كان ربنا سبحانه وتعالى ممكن ان يختار له في اول الدعوة اي حد داني زي ما اختار له عمه مثلا ابو طالب او اختار له صديقه ابو بكر كان ممكن ما تجيش الزوجة خالص بس ربنا اراد انه يختار له زوجة تكون معاه في اول طريق عشان احنا كمان نتكلم ان النجاح في الدنيا في اي حاجة اصله لازم يطلع من جوة البيت من الاسرة تمام طيب تعالوا نشوف بقى طبيعة ومعنى الزواج في الاسلام يعني ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا ايه هو الزواج وايه طبيعة العلاقة دي هل هو الزواج مجرد علاقة للمتعة او لاشباع حاجة عند الانسان وبس ولا هل الزواج ليه معنى اكبر من كده ربما يكون كتير من الناس مش فاهمينه او مش عارفينه او مش مقدرينه يعني نشوف ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم نشوف الايات اللي معنا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى في اول اية معنا بيقول ان من ايات ربنا حوالينا في الكون انه خلانا زوج وزوجة خلانا رجل وامرأة يحصل بينهم زواج دي ايه يا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت مظرنا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى اول اساس واول معنى من معانية زواج في الاسلام المودة والرحمة هي علاقة اساسها المودة والرحمة وربنا سبحانه وتعالى ما قالش محبة المودة لان المودة او التودد هو شيء اكبر واشمل من شعور الحب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسماء الودود وليس المحب اه دي كتير في القرآن ان الله يحب التوابين يحب المحسنين يحب المتطهرين اصناف كتير ربنا سبحانه وتعالى قال يحب لكن لما اراد انه يسمى نفسه سمى نفسه الودود لان المحبة هو شعور في القلب ممكن يظهر ممكن ما يظهرش ممكن يكون انسان بيدعي حب انسان اخر لكن انه يعجز عن التعبير عن انما المودة هي فعل لكل شيء سواء بالكلام او بالفعل الملموس المرقي يعبر عن الشعور اللي جواه القلب يعني بتشوف ايه اللي يرضي الطرف الثاني كل حاجة ترضيه كل حاجة تسعده وتعملها سواء انت الزوج او زوجة عشان كده احساس العلاقة الزوجة هي المودة والرحمة ربنا سبحانه وتعالى يقول كمان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها اول الامر ان الاثنين من نفس واحدة زي ما قلنا ان حواء جزء من ادم دي حتة منك دي مش مخلوق اخر دي جزء منك بيتحرك على رجليك وجعل منها زوجها ليسكن اليها فالاساس التاني او المعنى التاني من معاني الزواج في الاسلام هو السكن الزواج سكن الزوج سكن لزوجته والزوجة سكن لزوجها عارفين معنى كلمة سكن او مسكن اللي بتتقال على البيت لما بتدخل بيتك بعد يوم طويل متعب او مشوار طويل او رحلة كانت مرهقة بتدخل البيت نحس بايه؟ نحس باطمئنان بدفع بامان براحة نفسية هو ده الزواج في الاسلام ربنا عايز الجواز كده لما الزوج والزوجة يلتقوا مع بعض في بيت واحد تقول ما هم مع بعض حاسين مع بعض بالامان بالاطمئنان بالراحة النفسية بالاستقرار بالدفء والحقواء ربنا سبحانه وتعالى يقول في صورة الزقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم اللباس يعني الملبس يعني اللبس بتاعي اللبس اللي احنا بنلبسه ده الواحد لما بيلبس هدومه ويستتر بيستشعر بايه؟ نفس المعاني تقريبا اللي قلناها في السكن احساس بالاطمئنان احساس بالراحة الداخلية احساس بالسكينة بالدفء بالستر مهمة قوي معنى الستر في الزواج ان الاتنين يبقوا سترين على بعض الاتنين يبقوا محتويين بعض بحيث انه محدش في العلاقة دي او في البيت ده يبقى محتاج اي حاجة تاني من اي حد بره احنا اتنين مكافين بعض تماما دي من معاني الزواج في الاسلام او القصص اللي ربنا تعالى حطهنه عشان نأسس عليها حياتنا الزوجية المواد ده والرحمة السكن وأنتم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم بالمعاني اللي احنا ذكرناها طيب نقطة كمان مهمة عن طبيعة الحياة الزوجية او العلاقة الزوجية الزواج تضحية يعني ايه الزواج تضحية يعني مهمة جدا وضروري ان اي بنت او شاب داخلين على مشروع الزواج او مرحلة الزواج نكون فاهمين كويس قوي ان في حاجات كنا متعودين عليها واحنا عايشين لوحدنا لسه مش مرتبطين هنبقى محتاجين نتنازل عنها ونسيبها لان في حاجات تانية اولى واهم موعيد بقى صحيانة من النوم اه ارتباطاتنا الباوربوينت لو مش شغال يعني حاولوا بتركزوا معي واكتبوا وراي النقط اللي انا بقولها كنا نقول الزواج تضحية يعني حياتنا قبل الجواز لازم نكون مدركين ان هي هتتغير بعد الجواز لان بقى فيه مسئوليات وبقى فيه اولويات تانية يعني البنوت في بيت ماما وبابا بتصحى شوية براحتها اه مش مسئولة قوي عن شغل البيت ممكن يكون لها مشاغات كتير قره بعد الجواز هي محتاجة تدرك ان هي هتتنازل عن شوية من الكلام ده هتبقى محتاجة تصحى بدري قوي عشان وراها زوج من محتاج حاجة قبل انسه ميندل الشغل وراها شغل البيت اه لو جي كمان طفل هتبقى المسئولية اكبر الزوج كمان لو هو شاب متعود يسهر مع اصحابه كتير شوية اه يخرج برا البيت بزيادة يعود برا مثلا يخرج يتفسح يطلع في رحلات هو بعد الزواج عند مسئولية عنده مسئولة منه وليها حقوق فهنبقى محتاجين نتنازل شوية عن الراحة والرافيات اللي كنا عايشين فيها قبل الجواز الزواج مسئولية يبقى احنا قلنا الزواج تضحية والزواج مسئولية والاتنين مرتبطين ببعض ان التضحية مبنية على المسئولية طالما وجدت مسئولية ووجدت أولويات يبقى لازم اضحي بشوية راحة كنت متعود عليها علشان المسئولية اللي انا دخلت فيه زوجة مسئولة عن زوج بس اللي عندها صلاة المغرب ممكن تصلي وترجع ولسه مقزنش انا زوجة مسئولة عن احتياجات زوجة وحتياجات ودنية واحتياجات مادية اكلوا بقى ولبسوا وراحتوا جوا البيت زوج مسئول عن زوجة عن نفقتها عن احتياجاتها النفسية احتياجاتها المادية لما يبقى فيه اولاد هنبقى احنا الاتنين مسئولين مسئولية اكثر عن اولادنا عن تربهم عن النفقة عليهم عن رعيتهم فالزواج مسئولية ما هواش المشاهد اللي ممكن نشوفها في التلفزيون الحياة الوردي السهلة اللي ما فيهاش اي حاجة صعبة والحياة زوجية كلها بتمر في ساعة ومص ساعتين الزواج مسئولية اصغر من كده محتاج مننا التركيز محتاج مننا تجهود محتاج مننا ثقافة قبل ما ندخل قص علشان زي ما قلنا في الاول خالص نتجنب اكبر قدر ممكن من المشاكل او الدربات اللي ممكن تحصل في حياتنا الزواج يعني تقبل الاختلافات مهما قوي نبقى فاهمين ان محدش هياخد حد شبهه بالضبط نسخة كربونية ده مش موجود هيبقى كل واحد فينا عنده طباع مختلفة عن التاني او افكار مختلفة عن التاني فمهمة قوي واحنا داخلين في موضوع زواج نبقى عاملين حسابنا نسيب مساحة نتقبل فيها اختلافات بعض ونعرف ازاي نتعامل مع الاختلافات دي ونوجد ما بيننا وبنبعد مساحة مشتركة يعني ممكن نسيب الاختلافات دي على جنب ونشوف احنا الاتنين مشتركين في ايه وكل ما كانت دايرة النقطة المشتركة اكبر كل ما كان ده مؤشر على نجاح الحياة الزوجية احسن سمين المتزوج معان من الله بنص الحديث النبوي في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام احلنا فيه ان الساعي للعفاف او اللي بيسعى للزواج دا يكون على يقين انه هو معان من الله سبحانه وتعالى يعني طالما بدأت افكر فاني اتزوج واعف نفسي وبدأت اسعى وابز المجهود فانا اكون على يقين وعلى تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى معايا يعني في كل خطوة باخدها دي نقطة مهمة كان محتاجين نقولها عن العلاقة الزوجية كمان الزواج في الاسلام عبادة ازاي يعني الزواج في الاسلام عبادة يعني ممكن يكون عبادة زيه زي الصلاة زي الصيام زي الصدقة اه الزواج عبادة ناخد ثواب عليها وهنيجي نتكلم عن الاجور العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها على الزواج وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سميه الميثاق الغليظ والاية في صورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظة الزواج عند ربنا سبحانه وتعالى ميثاق غليظ إذا فالساع الزواج واللي بيروعي ربنا سبحانه وتعالى في زواجه هو بيقوم بعبادة من أهم وأقدس العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتقل لها في النصف البقى يعني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزواج أو شبيه بأنه نصف الدين خمسين في المية من دينك ودينك في الزواج طب وكل اللي احنا بنعمله بنكتهد فيه ده الخمسين في المية التانية ويقوم صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني حتى وصل الأمر في الإسلام في العلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة ربنا سبحانه وتعالى اعتبرها صدقة يعني الموضوع كله من أوله لآخره اللي أدق التفاصيل فيه مسبين عليه وعليه أجر وربنا سبحانه وتعالى مسبش تفصيلة دقيقة في الزواج إلا ونبهنا ليها ووجهنا نتعامل معها إزاي؟ ماذا شرع الله الزواج؟ سبحانه وتعالى شرع لنا موضوع الزواج ده توقع بين الرجل ومرأة اللي اسمها زواج أول حاجة أول حاجة بديهية المحافظة على النوع الإنساني البشرية ما كانش ينفع أبداً أو يعقل أنها تتوقف عن آدم وحوة وإلا كانت انتهت من زمان ومهمة البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانها كانت انتهت من زمان فكان لازم يكون فيه طريقة سليمة منضبطة يستمر بها النوع الإنساني عشان يفضل يقوم بهمته اللي ربنا أرادها لنا لحد ما ربنا ما يشاء والمحدد لنا زي زي الامتحان بالضبط ناخد ورقة الامتحان وبيقى فيه وقت محدد للإجابة انتهى وقت الإجابة خلاص بتتشال الورقة وبنستنى النتيجة فاحنا لحد دلوقتي لسه في وقت الامتحان لسه الورقة ما تشالش لغاية ما الوقت ينتهي محتاجين أجيال تيجي وراء بعض متعقبة عشان كل جيل يسلم جيل الآخر المهمة اللي بيقوم بها فربنا سبحانه وتعالى الورقة الزوجية اللي من خلالها يحصى كاثر النوع البشري والنوع الإنساني عشان تفضل الأجيال متمرة بها وراءها زي ما قال العلماء زرية يخلف بعضها بعضا تحقق المهمة او القاية اللي البشر تخلقوا عشانها اللي هي الإصلاح في الأرض وإعمار الأرض ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعبته يبقى ده السبب الأولين السبب الثاني سلامة المجتمع من من خلال إعلاء قيمة الأسرة او تقدير قيمة الأسرة او تقديس قيمة الأسرة او تقديس قيمة الأسرة لو ربنا سبحانه وتعالى كان الأمر توقف على وجود آدم وحواء وهم كرجل وامرأة ما بينهم ميلة او غريزة والغريزة ما كانتش يتمزط يعني مش عارفين نعمل ايه هنحس بحاجة بس مش عارفين نصرف فيها ازاي نمزمها ازاي نشبعها ازاي احنا عارفين لما بنجوع هنروح ناكل وربنا سبحانه وتعالى حدد لنا شوية أصناف من الأكل لنا دي حرام تاكله منها والباقي حلال طيب ده اعرف نعم طيب لما نحس بالعطش هنشرب طيب اتفضل انا عنده سؤالي اتفضل سريعا بس طيب نكمل المقطة بتاعتنا قلنا في حالة وجود الغريزة دي بدون تنظيم المصاحبة او الصحابية طيب نأجل الموضوع بشوية لانه هيجي الكلام عليه يعني المقطة دي ليها جزء خاص في الكورس معانا فلما نيجي نكلم عنه هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل رجاء بس الاتزام بقواعد الاكاديمية حاولوا تكتبوا عربي او انجليزي يعني عربي صرف او انجليزي صرف بلاش اللغة المختلطة ليه الفرانكو عرب نكمل النقطة اللي كنا بنتكلم فيها فربنا سبحانه وتعالى شرع علينا الزواج على اساس ان هو الاطار اللي هينظم لنا الغريزة اللي موجودة عند الرجل والمرأة هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده او فطرنا على كده لازم هيحصل ميل بين الرجل والمرأة طيب الميل ده يتنظم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا وجهنا يتنظم من خلال الزواج طيب المجتمعات اللي اشبعت الميل ده او اشبعت الغريزة دي بره نطاق الزواج او بره اطار الزواج بقى شكلها ايه؟ بقى حالها افرادها والمجتمع ككل بقى عامل ازاي؟ او بنسمع عن المجتمعات في امريكا واوروبا قد ايه الانسان هناك بقى مرهق مرهق نفسيا ومرهق ذهنيا وجسديا قد ايه المجتمعات بقت تعيشة حالة من الفساد الاخلاقي الاسر بقت هشة جدا ومهمشة جدا كل ده لان الغريزة او الفطرة ربنا حطهنها اشبعناها بطريقة غلط مش بالطريقة اللي ربنا ارادها اللي هي الزواج فلما نحققها بره الزواج يحصل فساد اخلاقي يحصل انهيار للأسر يحصل تشرد لاجيال زي ما بنشوف اللي بيحصل بره او ربما في بعض الحالات عندنا في مجتمعاتنا العربية حالات بقى اجهاض لانه ابناء غير شرعيين اطفال شوارع اطفال في الايتام كل ده ليه يحصل لان احنا ما اتبعناش طريق ربنا سبحانه وتعالى في اشباع الحاجة اللي جوانا ربنا اوجد لنا حاجة وقال لنا نشباعها ازاي ازا عملنا عكسها لازم نتوقع نتيجة صعبة ونتيجة خطيرة ونتيجة مضرة جينا كافراد وكمجتمع ككل السبب الثالث في تشريع تحقيق الغاية من خلق الانسان السابق السيسم استخلاف الارض واعمارها ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته كان ازاي ده هيحصل بدون ما يكون فيه زرية بشرية او تناسل بشري يقوم بالمهمة دي زي ما ربنا سعى لها ارادها زي ما قلنا في اول نقطة خالص المحافظة على النوع الانساني دي مترتبة عليها خفزنا على النوع الانساني فبقى عندي اجيال متعقبة تخلف بعضها بعضا كلها تشيل المهمة وتشيل الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانها طيب تعالوا نشوف ما بعض احنا قلنا من شوية ان الزواج عبادة يمكن من من الاقدس واسمة العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها علينا تعالوا نشوف الاجر العظيم والسواب الكبير جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى حطوا على موضوع الزواج لوحده من القرآن ومن احاديث النبي عليه الصلاة والسلام اول حاجة عندنا الاجر في الانفاق العيال اللي هم الاولادة يعني وانا بنفق على اولادي فانا باخد اجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول دينار انفقته على عيالك يعني اولادك ودينار انفقته على اصحابك هديت حد او حد في ظرف معين محتاج فسلفته ودينار انفقته في سبيل الله الصدقة او الزكاة او سعدت حد فقير حد مسكين اعظمها اجرا اعظم بقى حاجة في التلاتة دول في الاجر الذي انفقته على عيالك قالوا ان الجنين اللي نفق في بيتنا على اولادنا علشان نكفي اولادنا ده اعظم في الاجر من الفلوس اللي انا هديها لاصحابي او حتى هطلعها في سبيل الله مع وجوه معدلة او موزنهن امتى يكون الدينار اللي انفقته او جنين اللي انفقته على اولادي اعظم في الاجر من اللي انا بنفقه في سبيل الله اللي هي الصداقات والتبرعات الى اخره ده يحصل لما اكون انا بصرف على اولادي علشان اضمن لهم حاجة اسمها حد الكفاية يعني اكفيهم ما يكونوش محتاجين لشيء مش حد الرفاهيات لا حد الكفاية يعني اكلهم وشربهم وكسوتهم وتعلمهم وعلاجهم انا مكفيهم من كل شيء بعد ما اكفي البيت البيت خلاص مش محتاج حاجة في الاساسيات ابدأ بقى اطلع حق ربنا سبحانه وتعالى اطلع صداقات واتطلع تبرعات وادي لاصحابي اسلفهم او ازور حد فاجبله هدية او ازور مريض فاجبله هدية وانا سايب بيتي اصلا محتاج حاجة مهم او حاجة اساسية فمهم قوي نبقى كمان عارفين ومفرقين الفرق بين الاحتاجات الاساسية وجينا الرفاهيات الرفاهيات دي بقى هنتحسب عليها احنا جبناها ليه كنا محتاجينها ولا مش ولما جبناها هنطلعنا في المقابل حق ربنا سبحانه وتعالى في فلوسنا ولا لا انما طول ما احنا بنطلع في بيوتنا اللي وصلنا لحد الكفاية يعني نبقى مكتفين يعني بالعرب كده خالص مستورين يعني مش محتاجين الحمدلله حاجة من برا فده يحسب لنا صدقة وصدقة اعظم من الصدقة اللي احنا هنطلعها بقى اتمنى تكون النقطة دي وقى الاجر لتضويق سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي فقد رغب عني لان الاسلام عندنا مفروش حاجة اسمها رهبانية ميفيش حاجة في الاسلام اسمها اني هعيش حياتي كده اتعبد وبس من غير زواج ده مش موجود في الاسلام لكن اذا حد ارتضاه على نفسه فده شيء يخصه هو ايجا تخصه شخصيا زي ما ممكن يكون سمعنا عن الصوفيين او المتصوفين انهم عايشوا حياتي توفظه بدون زواج زي مثلا السيدة ربيع العدوية او الامام حسن البصري دول نعرف عنهم من سيارهم انهم عايشوا وتوفوا بدون زواج طب ليه لان دول ناس حالة خاصة جدا في العبادة وفي العلاقة بالله سبحانه وتعالى وصلوا المرحلة انه هما قدروا يستغنوا عن الحياة الزوجية او قدروا يستغنوا عن احتياجهم للطرف الاخر او للجنس الاخر ودي مش متوقع انها تكون حالة متكبرة كتير فاذا الاسلام ما فيهوش رهباني ربيع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتعابه سنتي ومن رغب عن سنتي فقد رغب عني لان ده فيه اعفاف للنفس وفيه ان احنا بنضيف على حياتنا حاجة جميلة وحاجة ممتعة لحياتنا حاجة فيها طرفيه عن النفس فيه ان احنا من خلال زي ما هنيجي نقول بنقطر اعداد المسلمين الصالحين النافعين لمجتمعهم والامتهم فيه ان احنا من خلال الزوج ده زي ما قلنا في الاول بنحافظ على الجنس الاشري اللي يقوم بالمهمة لربنا سبحانه وتعالى اردنا اردنا ليها او اردها بنا الاجر في تربية الابناء احنا قلنا الاجر في الانفاق على الولاد ده الاجر في التربية كبير بين التربية المسطريف يعني مش معنى ان انا بصرف على ولادي في المدرسة والدروس وبوديهم النادي وبجيب لهم الاكل والشرب والعلاج فانا كده ربتهم التربية معناها الاعتناء بالعقل وبالنفس وبالروح ما ينفعش الاب والام يكتفوا بالولاد اللي بيخدوه في المدارس او بيتعلموه من التلفزيون او اني بيوفر لهم كل الرفاهيات الممكنة واقول ان انا كده ربتهم فين دورك انت كابرك انت كام غرزت فيهم ايه المعرفات اللي وصلتها لهم المفاهيم اللي وصلتها لهم المبادئ اللي اسستوهم عليها فالتربية تختلف تماما عن مجرد اني بوفر لهم احتياجاتهم المادية اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى ثلاثات يعني عالى يعني ايه يعني بقت في مسئوليته او في زميته ثلاث بنات بيعولهم بناتهم فقدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزق البنات ده يضغط يهني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشروا بالجنة وفي بقية الرواية او رواية اخرى استخابة سألوا النبي قالوا يا رسول الله طب لو اتنين قالوا هم ولو اتنين قالوا يا رسول الله طب لو واحدة رزقت ببنت واحدة وبعد كده صبيان او رزقت ببنت واحدة وماليق مفيش حد غيرها قالوا هم واحدة فحتى لو لينا بنت واحدة احنا ما استطيع عند الله احنا نضمن بها في جنة اذا احسننا اليها وابناها وربناها بما يرز الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها الخمس صلوات وصامت شهرها اللي هو شهر رمضان وحافظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها يعني المطلوب يعني المطلوب من حضرتك مش عارفة في بنات معانا المطلوب منك من خمس صلوات بس مش عادلين لنا وافل ولا صنن ولا حاجة تانية وانصوم شهر رمضان بس حفظ الفرج ده معناها يعني مفيش صحبية مفيش كلام مع الشباب بدون داعي مفيش علاقات مع الشباب من غير ما اهلنا يعرفوا من غير ما يبقى ليها الشكل والاطار الشارعي والرسم واطاعت زوجها بعد الزواج ان شاء الله تدخلي الجنة يعني الجنة ما هيش صعبة وما هيش بعيدة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة الحديث ده قلنيه في الاول خالص ان حتى العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة او بين الزوج والزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هي صدقة بان الاثنين صبروا على نفسهم واختاروا ان هم يعفوا نفسهم لحد ما ربنا يرزقهم بالحلال فربنا سبحانه وتعالى يحسب لهم صدقة لانهم اذا كانوا فعلوها في الحرام استعجلوها ووضعوها في الحرام كانت تحسب لهم معصية عظيمة قيمة الاسرة قيمة الاسرة قيمة الاسرة عند ربنا سبحانه وتعالى لعشانها ربنا سبحانه وتعالى شرعوا علينا الزواج اول حاجة السيرة النبوية لما نتصفحها او ونستعرضها كده قدامنا مليانة بصور ولمحات اسرية وعائلية نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع بناته نشوفه مع اهله الكفار كانوا مش مسلمين كانوا يتعامل معهم ازدي نشوفه في صور كتير مع ولاده عمونته مثلا مع اخواته في الرضاعة في صور كتير ولمحات كتير اسرية وعائلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع ان كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدره ان هو يقوم بالدعوة الوحدة او مع الصحابة من غير زوجات ومن غير ابناء لكن ربنا سبحانه وتعالى اختار للخاتم الرحمة للعالمين انه يخرج بدعوته من جوه اخرى من جوه بيت في زوجات وفي عيلة نشوف امان اشباع الشهبة او الغريزة اللي ربنا خلقنا عليها لو حصلت برا اطار الزواج او برا نظام الزواج فده بيبقى عليها اسم عظيم جدا وبتحسب زنبه عظيم جدا اللي هي او جريمة الزنة او زنب الزنة فلما ربنا سبحانه وتعالى دايما كده لما ربنا سبحانه وتعالى يحط عقوبة شديدة على فعل نعرف ان عكس الفعل ده شيء مقدس زي بزبط زي بزبط تحريم الخمر تحريم شرب الخمر في الاسلام ان مفروض يعني ان شارب الخمر ليه عقوبة شديدة ممكن تصل للجلد طب ده ليه؟ لان الخمر بيؤثر على العقل بيذهب العقل بيخضر العقل فربنا سبحانه وتعالى وضع عقوبة شديدة على الشيء اللي بيضر بالعقل ده فاذا نفهم ان العقل ده شيء مقدس ورفيع جدا عند ربنا سبحانه وتعالى نفس الوضع هنا لما ربنا سبحانه وتعالى وضع عقوبة شديدة شديدة جدا على جريمة الزنة اللي هي قضاء الشهوة الجنسية خارج اطار الزواج نفهم من ده ان اطار الزواج نفسه شيء مقدس وغالي جدا عند الله سبحانه وتعالى فاللي بيضر بيه؟ او يهدم فيه سبحانه وتعالى يغضب عليه لما نشوف فريدة الحج كل ركن فيها تقريبا مرتبط بحياته اللي هي اسرة سيدنا ابراهيم والسيدة هاجر وابنهما سيدنا اسماعيل عندنا السعي عندنا رجم الشيطان عندنا في فلال الكبير الاضحية عندنا بقر زمزم كل دي ملاحة جوا عبادة وركن من اركان الاسلام انطبط بحياة اسرة عشان ربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا ان قد ايه ممكن الاسرة او بيت يأثر على اجيال كتيرة جاية بعدين زي ما اسرت سيدنا ابراهيم اثرت على كل المسلمين الى يوم الدين تكوين اسرة في الزمن اللي احنا فيه ده هي تعتبر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سماها عبادة في الهرج هي هرهجي يعني ايه عبادة في الهرج هرج يعني انتشار فتن وانتشار فساد وانهيار اخلاق في زمن ما يبقاش فيه مبادئ ما يبقاش فيه قيم الدين فيه بقى شيء ممش فلما يتوجد زمن زي ده يجي بعض الناس يتمسكوا بعبادة معينة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللي يعمل كده فكأنه هاجر الي اللي يلتزم بسنة النبي وبدين ربنا في وقت كل الناس نسيت الدين فيه ونسيت السنة فيه النبي يقول لنا اللي بيعمل كده كأنه هاجر الي انه هاجر الي النبي صلى الله عليه وسلم ده حاس نبوي فتكوين اسرة في الزمن اللي احنا فيه ده اللي بقت سهلة فيه اوي المعصية اللي عايز يفتح النت يفتحه واللي عايز يتفرج على قناة فضائية يتفرج واللي ممكن يجيب مجلات واللي ممكن يعمل شات على النت ولاد مع بنات اوي صحبيات بره في الشغل ولا في الجامعة ولا غيره المعصية بقت سهلة اوي نهار فاللي يسيب المعصية على سهولتها في وقتنا ده ويجتهد انه يعمل الحلال يعني بيت واسرة وحياة زوجية ده ان شاء الله يعني يحتسب اجره كده كأنه هاجر الي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اخياله الاجر والسواب عظيمة دي بعض العلماء قالوا ان في القرآن الكريم تقريبا 146 اية او اكتر بتتكلم عن احوال الاسرة بس خاصة خاصة بالاسرة فقط الزواج والبرضاعة والتربية وبر الوالدين وصلة الرحم والطلاق والنفقة كل احوال الزواج ربنا سبحانه وتعالى خصص لها 146 اية او اكتر في القرآن الكريم ولما ربنا سبحانه وتعالى يقرر ذكره لشيء واحد في القرآن فدي معناها اشارة لاهمية طورة الشيء ده زي ما اتقرر كتير اوي في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى وبني اسرائيل يبقى احنا لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نتعلم منها كويس اوي بيلفت نظرنا ليها بدقة وبحرص فلما ربنا سبحانه وتعالى يكسف الذكر عن الاسرة في القرآن يبقى اكيد كيان الاسرة وقيمة الزواج شيء مهم ومقدس وغالي جدا عند ربنا عشان كده ربنا علمه القرآن كمان الاسرة واحدة من اخطر واهم العوامل اللي بتأثر على عقل الانسان وتكوينه يعني اهم واخطر الحاجات اللي بتأثر على تكوين الانسان عقليا ونفسيا الاسرة والمدرسة والاعلام والمسجد فلو الاسرة وقعت هيبقى عقل الانسان طبعا طفل صغير هيبقى زي الورقة البيضة ما فيوش اي حاجة يستقبل فيها بقى اي حاجة من بره سواء غلط او صح من المدرسة من التلفزيون من الشارع من خطيف في المسجد بيتكلم غلط بيفتي غلط في الدين اي حاجة بقى هيسمعها بره غلط او صحة هيستقبلها لان اصلا ما عندوش البطانة السليمة والاساس القوي اللي طالع بيه من البيت هو طالع من البيت هشة عطلية مفهاش اي حاجة فيبقى سهل قوي التأثير عليه من المدرسة عشان كده الاسرة هي الاساسة البيت هو الاصل لو الطفل اتقسس صح جوا بيته قبل سن المدرسة فالاب والام يكونوا مكمؤنين انه اي شيء هيستقبله من بره هو عنده الفلتر الخاص بيه يعرف ايه الصح وايه الغلط يستقبل الصح ويسيب الغلط النماذج السيئة جدا اللي بقنا نشوفها في اطفال الابطي وطلبة اعدادي وسنوي ده لان البيوت ما بتقومش بدورها طيب نقطة شغل شغل الزوجة او عمل الزوجة خليها برده تتأجب ان جاي الكلام عنها يعني مش مكانها دلوقتي الاختيار يا جماعة احنا قلنا الاختيار ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم بالتفصيل على الاختيار المحاضرة الجاية ونقطة طاعة الزوجة لزوجها المحاضرة الجاية ان شاء الله جاية او اللي بعدها في مسئوليات الزوج والزوجة ما تقلوش يعني كل المؤقتين ان شاء الله متغطية جوه الكورس في ريت اللي عنده سؤالي جوه المؤقت اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي البرزنتيشن اللي عايزه ممكن تبعتونا الاميلات بتاعتكو وتبقوا تاخدوا البرزنتيشن بار بينت احنا بعتلكو على الاميل اعتقد دي ممكن تتنظم مع الدعم الفني يعني يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا فيه طيب اكتذة كامني لو ممكن الجروب Monroe يبقى في المتاح يعني ان هم يخدوها ما عنديش مشكلة يعني اي قصيلة ما عنديش مشكلة فيها المهم المادة تبقى مع الناس كلنا نعرف الحديث القدسي اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا فيه مشهد خلق الرحم لما الرحم علق خد بعرش الرحمن تستعيث فيه من القطيعة او تستعيث برخ ربنا سبحانه وتعالى من القطيعة الرحم خافت ان البشر يقطعوها وده اللي بقى يحصل فعلا قطيعة الرحم والتفكك الاسر والعائلات وعقوق الابناء الاباء فربنا سبحانه وتعالى اولا اختار اسمها من اسم الرحمن ثانيا ربط رضا سبحانه وتعالى بصلة الرحم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من وصلكي وصلته ومن قطعكي قطعته فقد كده الاسرة والعلاقات الاسرية شبكة العيلة اللي جوه البيت غلية قوي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى لدرجة ان اللي يوصل شبكة الاتصالات دي جوه العيلة فهو على اتصال بالله سبحانه وتعالى واللي يقطعها هو يقطع الله سبحانه وتعالى اتمنى الناس يكون مركزة معين جميع الانبياء والرسل زي ما ذكرنا في الاول خالص ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم حد من العيلة يكون جنبهم في مهمتهم وفي رسالتهم الدعوية زي عندنا سيدنا ابراهيم ربنا اختار له ابنه سيدنا اسماعيل عندنا سيدنا موسى معاه اخوه سيدنا هاروم عندنا سيدنا عيسى كان رفيقه ابن خالته سيدنا يحيا حتى هما الاثنين لما نشوف حديث الاسراء والمعراج هما الاثنين في سماء واحدة رسول الله شافهم في سماء واحدة من شدة اتصالهم في نمازة كتيرة من الانبياء والرسل سيدنا سلمان وسيدنا داود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة وابن عمه وسيدنا علي ابن ابي طالب اما نتصفح سيار الانبياء والرسل لازم نلاقي حد من جوه العيلة جنبهم بيساعدهم ووقف معاهم فدي برضو تلفت نظرنا وتلفت انتبهنا قد ايه الاسرة غالية ومهمة عند ربنا سبحانه وتعالى والاسرة سكتها الزواج بائسا الزواج هو كمان شيء مقدس وغيالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى موقت جديدة معانا اسمها هدف الاسرة يعني ايه هدف الاسرة امين فيه اية جميلة جدا في القرآن بتقول وجعلوا بيوتكم قبلة يعني ايه واجعلوا بيوتكم قبلة اكيد طبعا مش المقصود بيها قبلة العبادة يعني الناس مش هتيجي كده تزبط البصلة ناحي بيتنا عشان تصلي انما المقصود بيها انها هتبقى قبلة للخير قبلة لكل حاجة حسنة وكل حاجة جميلة فالناس لما تطلب الخير ولما تطلب الاخلاق ولما تطلب الدين تلاقيه جوابتنا يعني تخيلوا مثلا ان زوج وزوجة لسه في اول حياتهم الزوجية لسه مجاوزين جديد فيحطوا هدف لأسرتهم والبيتهم انه هم هينشروا القرآن الكريم مثلا في العمارة وفي الشارع ده شكل من اشكال هدف الأسرة أسرة تانية تحط هدف لها انها هتنشر بعض الاخلاق اللي ما بقتش موجودة في المجتمع والناس بتشتكي ان ما بقاش فيه اخلاق ما بقاش فيه رحمة الناس بقت وحشة فهم خدوا على نفسهم عهد ومسئولية انهم يثبتوا للي حواليهم ان لسه الاخلاق موجودة والرحمة موجودة والعمل الطيب موجود وليسه في ناس كويسة لان احنا لما بنعامل الناس بالاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها واللي النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وقورنا بيها فاحنا بكده بندل الناس على ربنا وبنحب بالناس في ربنا وبنحب بالناس في النبي اكيد كلنا شفنا او سمعنا لما بعض الناس الدنيا بتضيق عليهم قوي وظروفهم تبقى وحشة يبدأوا يشكوا في عدل ربنا سبحانه وتعالى ويشكوا في رحمته ويشكوا ان ربنا سبحانه وتعالى عادل بيقسم الارزاق على الناس بالعدل الى اخره فلما احنا نجتهد خير فاحنا كده بنطمن الناس ان ان عادل ربنا موجود وان اخلاق الاخلاق الربانية الجميلة اللي ربنا امرنا بيها لسه موجودة ونقدر نعملها تاني ونقدر ننشرها بيننا وبن بعض اسرة تانية ممكن تخلي هدفها انها يخرج من بيتها عالم مثلا عالم بقى في العلوم الشرعية او في العلوم الحيوية الاخرى نشوف مثلا حاجة مجتمعنا محتاجها قوي فيبقى هدف بيتنا ان احنا نجيب ابن او بنت او مسؤول عن الحاجة دي في المستقبل في امثلة ونماذة كتير ممكن نفكر فيها ونختار منها هدف لأسرتنا فمهمة قوي واحنا في المرحلة دي يعني لسه ما نخلناش على موضوع زواج ولسه حتى في بداية جوازنا في الاول نبدأ نفكر في هدف لأسرتنا احنا بعد طيمة الاسرة وطيمة الزواج وقد ايه الزواج والاسرة غالين عند ربنا سبحانه وتعالى فما نفعش حياتنا الزوجية تبقى كلها اكل وشرب ونوم وخلفة وبس لا لازم بقى كل الكلام اللي قلنا في الاول ده يتحط في الفعل ينعكس علينا في الفعل فيبقى نحدد هدف لأسرتنا او زي مشروع أسرتنا وبيتنا دي هنطلع منها مشروع هنطلع منها منتج ايه بقى هو المنتج ده ده نتفق عليه مع بعض الخاطب وخاطبته سوا الزوج والزوجة لما يمكنوا لسه في اول جوازهم خالص كل واحد لوحده دلوقتي انت لوحدك وانت لسه لوحدك لسه مفيش مشروع ارتباط نوع نفكر مع نفسنا انا بحلم ببيت اطلع منه ايه المنتج اللي انا عايز اطلعه من بيتي المنتج اللي انا عايز اطلع به من ولادي اتمنى النقطة دي تكون واضحة لو فيه استفهام في النقطة دي بالتحديد انا مستعدة لو فيه اسئلة في النقطة دي بس لو واضحة بس اطمئن ان هي واضحة النقطة اللي معنا دلوقتي دوافع الزواج يعني ليه الناس عموما بتتجوز فيه مجموعة دوافع بتحرك الناس ناحية الجواز مش كل الناس دي بعضها في طلب الزواج يعني ده سبب الاستقرار انما فيه اسبباب تانية بتحرك الناس ناحية الزواج كل واحد على حسب طبيعته وافكاره واحتياجاته الخاصة بيه اول حاجة الدافع الديني فيه حد عايز يتجوز علشان زي يقولنا في الاول خالص يطبق سنة النبي عليه صلى الله عليه هو عارف ان الزواج من الاسلام او شيء اساسي في الاسلام وعليه قدر وسباب عظيم وانه هو سبيل لعفة النفس فهو بيبحث عن الزواج علشان ينال به السواب العظيم وال ضربات العلي عند ربنا سبحانه تعال الشكل اجتماعي الشكل الاجتماعي والمظهر الاجتماعي والصورة الاجتماعية ان ما ينفعش اقعد لغاية سن معين او فوق سن معين بدون زواج لازم اسعى للزواج وإلا شكلي اجتماعيا هيبقى غريب هيبقى مستهجل انت ليه قعد بدون زواج لحد جهاتي انت ليه لسه وسن تقدم فده دافع اجتماعي يعني عندين نتجوز بس علشان شكلنا قدام الناس في ناس كده في ناس تانية بتبحث عن الزواج او بتسعى للزواج بدافع الابوة والامومة هي كل اللي يهمها في الحياة الزواجية انها تحس باحساس الابوة او احساس الامومة هي مش بتدور على حاجة تانية انما هو ده هدفها وغايتها في الزواج الابوة والامومة في دافع في النفس الفتن حوالينا كتير جدا والمغريات للغلط بقت كتير اوي والغلط بقى سهل اوي ففي شباب كتير وناس كتير بتبحث عن الزواج علشان تصوم نفسها وتحمي نفسها من الفتن والمفاسد اللي بقت حوالينا في دافع نفسي دافع نفسي يعني ايه اه زي ما الاستاذ قال هنا الاستقرار ده من الدوافع النفسية فيه من الدوافع النفسية او من اشكال الدوافع النفسي لما تكون مثلا بنت فقدة احساس الابوة ابوها متوفي او بعيد عنها جدا في البيت فبتبقى بتدور في الزواج على احساس الزواج واحساس الابوة ايه عايزة زوج يديها احساس الامو وممكن يكون الحالة بالعكس يعني ابن محتاج احساس الاموة والدته توفت برضو وهو صغير جدا ما حسش بيها او كانت قصي عليه جدا او بعيد عنه قوي فمش مستشعر يعني ايه ام فهو محتاج من زوجته مش بس تكون زوجة محتاج ان هي تكون له زوجة وام في المقام الاول من اشكال الدوافع النفسية الهروب من الوحدة ده ممكن يكون اخ يعني ابن او ابن واحدين لأهلهم ما لونش مثلا اخوات او حد ما بيعرفش صاحب ما لوش صحاب مش ما بيعرفش صاحب يعني ليه شباب وبنات لأ ما عرفش يعمل اصدقاء ما لوش اصدقاء فيه فجوات كتيرة جوه البيت فهو او هي طول الوقت لوحدهم طول الوقت مع نفسهم مفيش حد معهم فبيبقى الزواج بالنسبة للناس دي او للنوع ده تمام اه بيبقى هروب من الوحدة او علاج لحالة الوحدة ده شكل من اشكال الدوافع النفسية فيه اخر حاجة دوافع شخصية اخرى دي دوافع بتبقى حاجة لها علاقة بالمصلحة شوي يعني حد عايز يتجوز علشان يترقف وظيفة معينة او حد بيجوز علشان الفلوس او ناس بتجوز علشان الشهرة يتعرف ان هو زوج الانسان المشهور الفلانية او هي مراد الانسان المشهور الفلاني فالدوافع دي بتبقى مصلحة قوي وبيبقى كل واحد بيفكر هو هياخد ايه من التاني مش مهم هو هيديله ايه هي كل الدوافع وكل الاسباب جيدة ومباحة وممتازة معادي اطبعا الدوافع الشخصية او الدوافع المصلحة لان دي بتهدد استقرار البيت جدا وبتهدد جودته الدافع لكتاعي لو لوحده يعني بتجوز بس علشان شكلي قدام الناس فده ممكن يخليني انا كشاب او بنت مش هفكر في الاختيار مش هفكر في مسئوليات الجواز مش هفكر في حقوق الطرف التاني لان انا اصلا عملت الموضوع ده علشان اسكد الناس او عشان ارضي الناس فانا برضو بهدد بجودة الحياة الزوجية او باستقرار البيت فيه او الرغبة لو ده برضو هو الدافع الوحيد من الزواج فده بيهدد بفشل الزواج في وقت قريب جدا بالزبط عشان كده لما نيجي نتكلم ان شاء الله المحاضرة جاية عن الاختيار هنعرف بإذن الله ازاي نوازن بين الدوافع دي و ايه المفتوض يكون صح واحنا بنختار في الزواج عايز انبه بس حضراتكم ان شاء الله لما تستلموا الباوربوينت هتلاقوا في اوله خالص المصادر اللي اعتمدنا عليها في تحضير المادة العلمية عشان اللي يحب يرجع للمصادر دي يستزيد منها من المعلومات نكمل المحاضرة بتاعتنا احنا كنا بنتكلم قبل الصلاة عن دوافع الزواج الدوافع اللي ممكن تكون عند الناس باختلاف الطباق البشرية وباختلاف افكار الناس كل حد بيبقى ليه دافع وهو بيبحث عن الزواج ف مهم قوي بعد ما تكلمنا عن الدوافع المختلفة للناس وهي بتبحث عن الزواج او بتتاجه للزواج احنا لما نبدأ ندخل في مشروع الزواج او في مشروع الطباق يبقى مهم قوي نعرف ايه دوافع الطرف التاني عشان نقدر نحدد هل احنا مستعدين نتجاوب مع الدوافع دي ونغطيها ولا مش مستعدين يبقى فيه تنافر او اختلاف كبير بين دوافع بتاعتي انا كشب او كبنت وبين دوافع الطرف الطاني طيب استقيمكم بس تكون الاسئلة او اي نقطة تكون بعد ما نخلص احنا قربنا نخلص عمو محضرة فاستقزيمكم اجل لو في اسئلة او بنقشة تكون في الاخر نجي لنقطة جديدة وهي حكم الزواج حكم الزواج في الطين يعني هل الزواج فريضة ولا سنة الزواج احيانا يكون فريضة يعني واجب على الشاب او البنت انه يفكر في الزواج ويسع ليه واحيانا يكون سنة طيب امتى الزواج يكون فريضة قال العلماء او اهل العلم ان الزواج يكون فريضة اذا كان عند الشاب او البنت كل الامكانيات اللي تؤهله للزواج مع ميله نفسيا للزواج وانه بيخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة او في المعصية وده طبعا حال اماكن مجتمعات كتير قوي دلوقتي اذا مكنش الدنيا كلها دلوقتي كده يعني محدش يأمن على نفسه من الفتنة او من انه يقع في معصية لو هو برة اطار الزواج او برة حدود طبعا 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 امت امت الزواج يكون سنة هي نفس شروط ان الزواج يكون فريضة يعني في كل القدرات والمنيات اللي تؤهل الشاب او البنت للزواج مع الميل النفسي للزواج لكن لا يخشى على نفسه من الفتنة او من الوقوع في المعصية يعني شاب او بنت عايشين في مجتمع منضبط مجتمع سوي الغالب عليه الدين والاخلاق والقيم الرفيعة اللي بتحفظ نفس البني ادم ودينه وعفته فهو وجوده في المجتمع ده او في المحيط اللي هو فيه لا يخشى على نفسه من اي فتنة او من انه يقع في معصية او انه يعف اي غلط ففي الحالة دي الزواج اذا تزوّق بكل سنة او مستحب فبوجود التعريفين نقدر نستنتج او نفهم ان الزواج في وقتنا اللي احنا فيه ده هو فريضة على كل بنت وشاب بالزبط ده مش موجود فالدراك في زماننا ده فريضة لان صعب جدا جدا مش هنقول استحالة بس هنقول صعب جدا ان اي شاب او بنت دلوقتي يأمن على نفسه من الفتن والمشاكل اللي موجودة حوالينا في كل حد فيبقى الاصلح والافضل ان احنا اه ندخل في مشروع الزواج او نلجأ للزواج ده فيما يخص حكم الزواج اخر جزء معنا في محاضرة النهاردة بعض الافكار المغلوطة عن الزواج المنتشرة في المجتمعات بين الشباب والبنات وايه الصح بتاعها في الاسلام في مثلا فكرة منتشرة كتير بين الشباب وقصوا شباب يعني ولادوا بناتنا ان الحب والجواز حكثين غير بعض الباربوينت تقيبا فيه شوية عطلة بسبب الانترنت او حاجة زي كده فالمادة نفسها هتكون معاكم ان شاء الله يعني هتاخدوا المادة نفسها فارجو بس التركيز مع الشرح واذا حابين تسجلوا ورايا في ورقة الخارجية يكون افضل والمادة نفسها هتكون معاكم طيب استأذنك يا استاذة مونة او مونة السؤال المحاضرة المحاضرة الجاية لما نكلم معنا الاخر سيار اه اتلاقي اجابة يعني ان شاء الله بنقول اول فكرة مغلوطة او مشوهة عن الزواج ان الحب والجواز حكتين غير بعض يعني نسمع كده ان لو دخل الجواز من الباب هرب الحب من الشباك عن الكلام غير صحيح والسبب في طر الفكرة دي وكل الافكار اللي هنقف بعديها هي النماذج السيئة جدا اللي بقت حوالين الشباب في كل حتا عن البيوت المشتعيدة والبيوت الغير مستقرة والجوازات اللي مش نجحة والمشاكل والشكاوة الراهيبة اللي بنسمعها من جوه البيوت فكل ده خلنا نكون افكار او انطباها عن الجواز الترجم في الافكار اللي هنقشها بالوقت ودي حاجة منها ان الحب حاجة وجواز حاجة تانية خالص مع انه ما نشوف النبي عليه صلى الله عليه وسلم كده يقول ايه يقول لم يرى للمتحبين الا النكاح الحديث ده فيه نقطتين مهمين جدا النقطة الاولانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اه لو سمحتوا الدعم الفني يشوف الطايمر بتاع الكورس لانه ممكن يفصل مننا واحنا عادين فمن فضلكوا الدعم الفني راجع الطايمر بتاع المحاضرة عشان الشرحة ما يتقفلش على الناس كويس اوي كده تمام شكرا يا سيدة كمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين الا النكاح وانه الحديث ده فيه نقطتين مهمين جدا النقطة الاولانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر واعترف ان فيه حب هيحصل بين شاب وبين رجل وامرأة يعني الحب جائز ما هوش الحب مش حرام انما الحرام هو اللي هي ترتب على احساس الحب ده يعني الشعور نفسه مش حرام هو ربنا اوجده جوينا هنحس بميل وهنحس بحب لكن اللي يتقال عليه حرام او حلال هو الفعل اللي بعد الحب ده هل هنترجم الحب ده في افعال ترضي ربنا ولا هنترجمه في افعال ما ترضيش ربنا ده اللي يتقال عليه حرام وحلال فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترفتش على الحب انما قال لنا الاتنين اللي بيحبوا بعض عشان يتوجوا الحب ده ويحفوه ويصموه فما لهمش سكة الا النكاح اللي هو الزواج يبقى اذا الزواج هو اللي هيحافظ على الحب هو اللي هيصون الحب هو اللي هيتوج الحب في الاخر مش هو اللي بيضيعه هو يضيع الحب امتى لما نتجوز غلط الناس اللي كانت هي ده اللي ما بتحسش بالحب انما احنا عايزين نتجوز صح عشان نفضل نحبه بعض يقولوا كمان ان الزواج شر لابد منه دي بنسمعها كتير قوي برضه مع ان سبحان الله ان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الزواج وسنتي ومن رغب عن سنتي رغب عني يعني حكتين عكس بعض تماما انا مش عارفين ما انت كنت معانا من اول المحاضرة ولا لا بس تابع معانا الاخر الكورس هو الكورس كورسو بيقول لها انهم حكتين كذلك بالصح يعني النبي صلى سلم تقول ان الزواج وسنتي ونلاقي ناس تانية مش فهمة تقول ان الزواج شر وكأنهم بيقولوا على سنة من سنن النبي ان هي شر ده ليه لان احنا مش فهمين استسلمنا للنماذج الغلط والتجارب الغير نجحة في العلاقات الزوجية حوالينا وترجمناها على ان هو ده الجواز وانه ما فيش نموذج تاني فدي برضه من الافكار اللي محتاجين نصححها في ازهاننا وفي ازهان غيرنا عن الزواج ليس شر احنا اللي بيقدينا نخليه خير او نخليه شر يقال كمان ان الزواج نظام اجتماعي فاشل دي ممكن غالبا يقولها الناس اللي هي شكلها مسقف شوية تعلمت برة مثلا متأثرة بصقفات اجنبية فيقولوا ان الزواج نظام اجتماعي فاشل معين نشوف بقى احنا التصحيح فين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج يعني فكرة الزواج ان فيه زوج وزوجة دي اصلا اية من ايات ربنا سبحانه وتعالى يعني فطرة ربنا خلقنا عليها طبيعة بشرية ربنا خلقها فينا ان لازم يكون فيه ميل بين الرجل والمرأة يترجم في حاجة اسمها زواج يبقى اذا الزواج اولا ليس نظام اجتماعي ما هوش عرف اجتماعي الزواج فطرة ربانية نظام رباني مش اجتماعي وبالتالي لا يجوز عليه امنا ان احنا نطلق عليه انه فاشل او نصفه بالفشل وإلا اول اللي بيردد الفكرة دي يبقى بيتهم نظام الهي او فطرة ربانية بانه نظام فاشل وده شيء طبعا غلط جدا وخطير جدا انا محبش استخدم الفز صعبة وكبيرة بس ده شيء في منتهى الخطورة ان احنا نتهم نظام رباني بانه غير ناجح للبشرين والحقيقة ان البشر او البنى اجمين اللي تعاملوا مع النظام ده غلط هي اللي تجاربهم فاشلة مش النظام نفسه قال بعض الشباب او البنات يعني شايفين ان الزواج خنقه وتحديق على النفس هو بمنتهى البساطة زي ما قلنا في الاول ان الزواج مسئولية وطالما وجدت مسئولية فلازم يبقى فيه تضحيات عن شوية الراحة والدلع والطرفيه اللي كنا عايشين فيه واحنا شباب لوحدنا كده او بنت يعني لوحدنا في بيوتنا من غير الارتباط لازم لازم هنتنازل شوي عشان المسئولية اللي بقينا فيها فالجواز ما هوش خنقه ما هوش تديق انما هو مسئولية فربما اللي بيقول كده او بينشر الفكرة دي او مقتنع بيها لانه مش عايز يعترف او يشوف مسئولية اللي جوه الجواز ربما عايز جوف بتيك علي انه اام خياة سهلة واة متعة وجل وطرفيه وامبساط وفسح طب ممكن معناها او مفادها ايه سريعا طيب احنا قلنا يا استاذ احمد الحب في الاسلاء في الشعور نفسه مش حرام اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه انه يحب اصناف من البشر يحب المحسنين يحب المتقين يحب المطين ففكرة الحب نفسها وربنا سبحانه وتعالى قال فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونا فالحب نفسه كشعور هو مش حرام في الاسلام وإلا يبقى احنا في دين او تحت امرأة اله ظالم زي يخلق جوانا حاجة ويمها علينا لكن الحرام والحلال بيقال على اللي بيقى ترتب على شعور بالحب يعني شاب وبنت شعروا بشعور ناحية ضعف طب ايه لا يحصل بعد كده هنترجمه ازاي هنتصرف ازاي هو التصرف والفعل ده اللي بيدخل تحت الحرام والحلال طيب تمام خير خير ان شاء الله نكمل المقط اللي معنا يبقى احنا قلنا الزواج في حد فحقيقته هو ليس خنقة ولا تديق للحريات ولكن ده نتيجة المسئولية اللي بنبقى فيها بعد الجواز ونتيجة المسئولية دي لازم هيبقى فيها ضحيات هنضحي عن شوية وقت هنضحي بشوية راحة هنضحي بشوية جود لان احنا بقينا مسئولين بالاضافة الى ان الزواج هو تهزيب للشهوة اللي ربنا خلقها فينا ربما يكون بعض الناس شايفين ان الجواز تديق وخنقة وحاجة صعبة يعني لانه مش هيعرف يعيش براحته مش هيعرف يصاحب براحته مش هيعرف يكلم بنات براحته ربما يكون في ازهنهم الترجمة دي او التفسير ده انما حقيقة الزواج ان هو بيهزب وينظم الغريزة اللي ربنا خلقها فينا علشان تطلع في الاتجاه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى بعض البنات او النساء شايفين عن الزواج ان هو هانة وازلال للمرأة وده برضو زي ما قلنا مع اول فكرة الكافية نتيجة انه المازج السيئة جدا اللي موجودة حوالينا في المجتمع فاحنا بناخد التجارب اللي حوالينا وانترجمها لافكار وامتباعات عن الفكرة نفسها يعني مش بنرجع لاصل الفكرة احنا بنفهم الفكرة من خلال تطبيقها وده مش صح زي بزبط اللي بياخد انطباع عن المحجبات او الحجاب من تصرفات بعض المحجبات اللي مش مشي ابدا مع الحجاب او اللي بيسجل انطباع في ذهنه عن ناس المنتحية واصحاب اللحة من خلال بعض تصرفات صحاب اللحة اللي تصرفاتهم لا تتوافق مع اللحية ابدا فغلط خالص ان احنا نكون انطباع او مفهوم عن الفكرة معينة من خلال تطبيق الافراد المنتمين في فكرة دي الصح ان احنا نرجع لاصل الفكرة بتقول ايه فاصل الفكرة في الزواج ان هو ليس اهانة وليس اذلال المرأة ابدا بالعكس هو اعزاز ليها واكرافة ليها ومحافظة عليها وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في الحديث قدام انطبعت زوجها دخلت الجنة فربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج للمرأة بوابتها الى الجنة طيب شغل الست في البيت ورعاية الولاد ورعاية الزوج هو كل ده ربنا سبحانه وتعالى يحسب قلها جهاد في سبيل الله بالاضافة لانه في شرع ربنا سبحانه وتعالى اذا كان الزوج مقدر فهو عليه انه يوفر سيدة او خادمة تعين زوجته في عمال البيت مش مطلوب منها شرعا او واجب عليها شرعا ان هي تقوم بدا اذا قامل بدا لضيق اليد او الظروف مش متاحة مش تمح يعني بحاجة غير كده فكل ده بيحسب لها صدقات وتحسب لها جهاد في سبيل الله زي الخارج يجاهد بره بالضبط فهو الزواج ليس اهادا للمرأة ابدا وليس ازلال هو على العكس اكرام لها وتعزيز لها وزي ما قلنا ان الزواج ربنا جعله باب المرأة للجنة بعض الشباب او البنات بيقول مش هتجوز من غير مصاحب يعني لازم مصاحب الاول اتعرف على كذا حد وبعدين اقرر اتجوز طبعا اتجوز هو اللي بيصحب كتير او بيعرف كتير سواء بانت اولا فالجنة ولا يمكن هيرتبط بحد من اللي عارفهم ده بالذات الشباب يعني لانه بفترة الرجل كده ازاي هيأمن على بيته وعلى اسمه وعلى عرضه ام انت وفقت ان هي تمشي معي فترة او تصحبه فترة او تكلمه من غير ما اهلها يعرفه طيب رجاء النقطة دي ان شاء الله المحاضرة بي ايه بردو في الاختيار وطرق التعارف احنا متكلم دلوقتي في الجواز بعد الصحبية بعد الناس ربطة قرار جوازها على انها تصاحب نماذج ايه او تعرف نماذج كتير من الجنس الاخر وبعدين تحدد او تقرر نهاية تتجوز طبعا اللي بيمشي على المبدأ ده علشان يتجوز ما بيجوز الا بعد التلاتين بكتير يعني ممكن يوصل لخمسة وتلاتين او ستة وتلاتين وهو متردد ان هو يتجوز لانه كل ما بيشوف اكتر كل ما ثقته في الجنس الاخر تقل لانه اكيد مش هيعرف او مش هيمشي مع مع حد متدين مع حد صاحب اخلاق عالية لان اللي بالصفات دي مش هيقبل على نفسه ان هو يكون تجربة يكون تحت التجربة او ان هو يعمل علاقة في السر فاكيد هيبقى الصخبية والتعارف اللي بالطريقة دي مع نماذج مش على درجة عالية من الدين مش على درجة عالية من الاخلاق فبالتالي كل ما يشوف اكتر نماذج من دي كل ما ثقته في الجنس الاخر تقل وكل ما ثقته تقل كل ما سقف متطلباته في الانسان او الانسان اللي هيرتبط بيه هيبدأ يرتفع جدا ممكن يوصل لدرجة غير وقعية وبالتالي يبدأ سن زواجه يتأخر جدا ممكن يوعد للاربعين مثلا رافض فكرة الزواج او متردد فيها بسبب كثرة التجارب اللي هو دخل نفسه فيه بالاضافة اللي قاعدة كده النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا والصلاحين علمهننا ان ما عند الله لا يناله الا بطاعته يعني الرزء اللي عند ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن هناخده الا اذا مشينا فريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يرتضيه واذا فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى اداها رزقها وهي مشي في سك الغلط فده اولا ان ربنا سبحانه وتعالى عادل وحق مش هيحبس رزقه على الاخلقه او العبد لانه عصاه هو ربنا سبحانه وتعالى يعني صفاته وصفات الكمال والجلد فيه كده حتى لو عصيته هيبعت لك رزقك بس لو بعت لك رزقك وانت عاصي فهي رزق ما فيهوش برك يبقى رزق وبال على صحبه يبقى سبب في شقائه لان انت اخدته او جالك بطريق ربنا ما يحبوش ربنا لا يرتضيه انما لما يجي لك رزقك هو هو بس بالطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يرتضيه ويحبه فيبقى رزق فيه بركة رزق يبقى سبب لساعدتك او ساعدتك رزق يبقى سبب في ان احنا ندخل الجنة يعني نعيش حياة سعيدة ومستقرة وهدية فيها اقل نسبة ممكنة من المشاكل وكمان يبقى سبب في دخلنا الجنة في الاخر فدي قعدة نبقى عارفينها ونحاول نوصلها لغدنة من الشباب والبنات الصغيرين ما عند الله لا يناله الا بطاعته لا يمكن ابدا حد يمشي في سكة غلط ويبقى عايز الخير اللي عند ربنا حتى دم يعني من باب الادب مع الله سبحانه وتعالى ان ما طلبش الرزق اللي عنده بوسيلة او بطريق هو لا يرتضيه ولا يحبه دي كانت اخر جزئية معنا في محاضرة النهاردة الافكار المغلوطة عن الزواج وتصويبها في الاسلام ان شاء الله للمحاضرة الجاية اللي هتكون بعد بكرة في نفس المعاد هنبدأها بالاختيار وهيبقى فيه كزا جزئية معنا فيها كمان دلوقتي اللي عنده اي سؤال او تعليق او منقشف تحت امركم هو فيه فرق يا مونة بين الناس اللي اخلاقها صعبة شوية وبين الناس اللي بتطلب الرزق بطريق غلط يعني اخلاقها صعبة شوية ممكن يكون عصبي شوية غيور شوية بخيل شوية فممكن ربنا يرزقه بزوج او زوجة تصلحه او تستحمله ربما زي ما قالت حورية تقيبا لو انا فكرة صح يكون ابتلاء للطرف الاخر يعني ربنا يرفعه بيه درجات او لان الطرف الاخر هو الوحيد اللي هيستحمله يعني لو كان خد حد تاني ما كانش ممكن هيستحمله او يقدر يقومه او يتعامل معاه زي بزبط ما عندنا في القرآن الكريم ناموزاجين سيدنا نوح وسيدنا لوط اتنين انبياء من اوائل الانبياء والرسل اللي غاليين على ربنا سبحانه وتعالى جدا ومع ذلك زوجاتهم كانوا من الكفار وغير الطائعين سبحانه وتعالى وكانوا بيتأمروا على ازوجهم فالزوجات دول كانوا ابتلاء لازوجهم بالنسبة لسؤالك يا ميه هو نفس الموقتة تقريبا يعني اذا وجدنا الحالة دي ودي بتبقى قليلة شوية ده بيبقى ابتلاء للطرف الاخر طالما الطرف الاخر خد بكل الاسباب واتقل لا فعلا وجدت له نتيجة غير اللي كان متوقعها فده بيكون ابتلاء ربنا له حكمة فيها هي كويسة دي معنىها اي يا مونة؟ هي كويسة دي اصلا كلمة مطاطة قوي احنا منشوف اتجوزت جوازة كويسة يعني جالها عريس بسرعة وعملت فرح حلو وقات لها شقة لو ده معنى جوازة كويسة فهي مش صحيح مش ده معنى الجوازة الكويسة الجوازة الكويسة يعني انسان على دين وخلق يتقل لا فيها يعملوا بيت صالح يخلفوا الظرية صالحة يبقى بيت مستقر وهادي وفيه اكبر قدر ممكن من السعادة والاقمئنان بالنسبة لسؤال استاذ احمد هيكل طيب هي دي مشكلة فعلا بس رأي يعني والله اعلم ممكن نسأل فيها برضو هي الامر ده بالذات مفهوش على كل الوالدين لانه ده زواج والزواج شرطة اساسي فيه القبول القبول النفسي ممكن يعني لو النموذج ده موجود فعلا او الحالة دي موجودة فعلا حاول تتفاهم مع اهلك لان ممكن لو حصل ارتباط وفيه حد من طرفين مجبر على الطرف التاني فده هيبقى فيه ظلم كبير للطرف التاني لان الطرف المجبر عليه مش هيقدر يديله حقه بما يرد الله وظبا عنه فيه يعني نحاول نفهم الاهل النقطة دي باسلوب هاي وهادي يعني والله مستعين اشكرا سمعت عنها من المدارة بتاعها يعني كنت شفت الـ Event أو حاجة زي كده بس ما دخلتش في الموضوع قوي ومعرفش ايه تفاصيله بالضغط اللي هو موضوع جذب شريك الحياة بقانون الجذب ما عنديش تفاصيل عليه يعني هو مفيش حاجة اسمها زي اختي وزي اخويا يعني اصلي زي اختي يبقى ماينفعش اتجاوزها وزي اخويا بقى ماينفعش اتجاوزه يبقى زي اختي يبقى ممكن تطلع قدامي بشعرها مسلا بس دي ممكن تتقال المشاعد لما بين الاثنين او طريقة المعاملة ما بين الاثنين فيها شيء من الثقة او شيء من ضمان عدم الفتنة وشيء من الاحترام العالي مع مراعاة الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى حتتغنى في المعاملة بين الشاب والبنت او بين الرجل والمرأة فزي اختي دي لو معناها ان بسق في امانيتها بسق في اخلاقها ربما استشيرها احيانا اا امانها مسلا اا اعرفها بوالدتي باخرى حاجات زي كده مش اكون فيها مشاكل انما الموضوعي يكبر بقى ان احنا نقعد مع بعض كتير ونتكلم وحاجات مالهاش لازمة او هزار زيادة عن الحد او اختلاط زيادة عن الحد فده شيء مرفوض يا هبة اللي بتسأل عن زواج الرجل بدون موافقة اهله فانت يفصل عقد ولا لا لا دي ممكن نسأل فيها يا هبة يعني ممكن ارجع اسألك فيها وارد عليك المرة الجاية لان ده سؤال فقه فانا ما بفتيش انا ممكن انقل فتوى او انقل فده ممكن نسأل فيه يعني حاول اسأل فيه وارد عليك المرة الجاية استاذ احمد الكلام اللي حيب تقوله ده منطقي جدا وده شيء في الاسلام اسمه الكفاءة لازم وجود عنصر الكفاءة في الارتباط الكفاءة في الدين وفي الافكار وفي الجهات الاخلاق وفي التربية لازم يكون فيه اكبر نسبة ممكنة من الكفاءة انهم عشان اخد حد مختلف عني تماما تصعب جدا اتفضل او استاذ احمد بصي ما انا هو ما فعلا فيه كتير من الاهل يعني ربانين يوم عايزين بس البنت تتجاوزوا خلاص يعني عايدين يفرحوا بيها والحالات دي بس الموضوع في الاول وفي الاخر بيكون في ايد البنت ترفض او تقبل يعني اعتقد اجبار البنت على جوازة معينة دي ما بقيتش موجودة او موجودة بشكل منحصر جدا في المجتمعات اللي هي فيها نسبة كبيرة من الجهل والتخلف انما غالبا بقى الموضوع في ايد البنت يعني حتى معلش لو زعلنين شوية لانه مش مناسب هي مش هتوافق على اتمام الزواجة لان هي شافية مش مناسب ليها هي اللي هتعيش معين لا انا مش فهمة انا مش فهمة الحالة بالضبط ايه وستاذ احمد رفضت تعرف عليها ازاي وتكون اثمان ازاي اشتركوا في القناة 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 بصدك اشتركوا في القناة اللي لسه ما رتبطتش انها تعرف. قبل ما تتخطب علشان لما يتعرض عليها انسان تقدر تقيم حال هو مناسب لها ولا لأ? تقصدي ايه يا مي الكلمة مش واضحة? اه فهمت. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان خيركم من تعلم العلم وعلمه. فاذا رمو ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بعلم معين وانت متمكنة من العلم ده. فوجب عليك انك توصله لغيرك اللي لسه ما يعرفوش. تمام. اه يبخير رشيء ممتاز جيد. كاملة غيرك. ؟؟... نعم.. ماذا تعلمكم لو عودة ج 좋am أنه قمت مستخدمين. الكتير في الموضوع ده مش محتاجة تجربة إنما أنا وصلني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصلتني آية من القرآن أو مني كلمة كويسة أو كلمة جميلة من حد من العلماء أو الدعاء فأنا بوصلها لغيري ده الأمر ما فيه شكراً لك يا مي وبعدين إن فيه حاجة تانية مهمة جداً هل أنا هفضل حبسة العلم لغاية ما تحط في التجربة لأن ممكن التجربة تنفي العلم ده أو تؤكده يبقى أنا كده بحط العلم الشرعي تحت التجربة وده يعني ده شيء مش مقبول إني أحط حديث أو آية أو رأي فقهي تحت التجربة فده شيء مش مقبول يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة من اللي إحنا قلناها وفي مضع أحدكم صدق لكنا مش مستني محدش مستني تجربة يعني عشان يعرف قاعد حسبت له صدقة ولا لأ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأصفر بذات الدين كده مش هنبقى مستنيين تجربة عشان نعرف ذات الدين دي هتبقى زوجة صالحة ولا لأ ففي حاجات مش محتاجة تجربة يعني طيب هل في أي حد عنده سؤال تاني أو تعليق علشان نقفل الغرفة تمام شكرا لكم جدا جزاكم الله خيرا طيب اتفضل يا معي بس آخر سؤال نقفل الغرفة أًلا تنقفل الغرفة الغرفة جزاكم لكم جزاكم نحن نعرف جزاكم زوجة صلاحة شكرا لكم جزاكم حكم التعدد في الإسلام. عايزة رد مختصر يا مي. طيب. يعني هنحاول. هو التعدد ليس بفريضة وليس بسنة. هي حاجة اسمها رخصة يعني ايه? يعني. اه بالبلد كده. ربنا صحيحة يعني بيقول لراجل ان هو ابحلك او رخص انك تتزوج اكتر من امرأة ولكن بشروط. دايما الرخصة ليها شروط. اذا وجدت الشروط فمن حق الانسان المسلم ان هو ياخد بالرخصة دي. زي بالزبط اللي بيفطر في السفر. او المرأة اللي بتفطر عشان فيه حمل او عشان فيه فترة حيد او فترة نفاس او اللي بيصلي هو قاعد. ففيه حاجات في الاسلام اسمها رخص. والرخص علشان تتحقق او يبقى من حقنا نعملها لازم تتوجد شروط الرخصة دي. فالتعدد هو ليس فريضة وليس بسنة. لان حتى تعدد النبي صلى الله عليه وسلم كان خاص به هو. يعني ربنا اباح له التعدد ده ان هو يجمع بين اكتر من اربع زوجات لحاجة خاصة بالنبي. محدش هيجيبها بعدي. وليس فريضة طبعا. ربنا ما مقردش على الرجل ان هو يتجاوز اكتر من واحدة. اللي هو اربعة. انما دي رخصة. والرخصة ليها شروط. فشروط بقى الرخصة دي وتفاصيلها ده موضوع فقه شوية. ممكن نشوف يعني بحث معتبر فيه ونقدمه لكم ان شاء الله. ان شاء الله ما نتكلم في الاختيار هنعرف ازاي نختار الرجل اللي يحافظ على زوجته دي كما هي كده. مش يبقى بيهددها طول الوقت او مخاوفها طول الوقت ان ممكن يتزوج عليها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع السيدة خديجة خمستاشر سنة لم يتزوج عليها. انما تعدد الزوجات في حياة النبي يجي بعد وفاة السيدة خديجة وكلها لامور تشريعية. خاصة بالنبي. تمام. طيب. شكرا يا مية. استأذينكم. لو المناقشة كده انتهت علشان آآ نقفل الغرفة والناس بتوع الدعم الفني يستريحوا. شكرا لي. تمام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.